ترجمة نانسي قنقر يتعين أن تتمتع الميزانية المقبلة طويلة الأجل بقدرة مالية تتراوح بين 1.3% و 1.8% من الدخل القومي الإجمالي للتكتل وسيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بأن ينفق ما بين تريليون وتريليون ومئة مليون يورو على مدى سبع سنوات ضمن ميزانياته الأولى بعد انفصال بريطانيا عنه والتي تعد أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد والمقترح الذي أعدته فنلندا أقل طموحا من المقترحات التي قدمتها المفعوضية الأوروبية والتي تسعى لإقرار ميزانية تمثل 1.1% من الدخل القومي الإجمالي بينما طالب البرلمان الأوروبي بميزانية أعلى تمثل 1.3% من الدخل القومي الإجمالي وعادة ما تشهد المحادثات بشأن الميزانيات انقسامات هي الأكبر من نوعيها في التكتل الذي أصبح في السنوات الأخيرة عرضة للنزاعات إذ توجد انقسامات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية وكيفية التعامل مع أزمة المهاجرين اشتركوا في القناة